بكرة المنتخب عندنا مباراة مع المغرب شوفوا يعني بصراحة مباراة مقلقة الله يا الزمن صرنا مباراة مقلقة مو مقلقة على فوز وخسارة لا 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 يعني ممكن ترا يفوزون ممكن المنتخب الله ينفق في صورته بكرة ويحقق مفاجأ يعني لدرجة بعض الجمهور الآن قاعد يلحن يقول لك يا مباراة مهمتهم وخلاص يعني واو يعني لا تشدون الكلقة القام من نتيجة قد تكون ثقيلة على المنتخب الأخضر يعني هذا تشاؤم عد مبالغ فيه أنا أعتقد ربما يكون هذا محفز لللاعبين أن يلعبون مباراة جيدة لكن العتب اللي عند الجمهور أن نحن عندنا ممكن كان تشكيلة أفضل كان ممكن يكون عندنا تشكيلة يعني لان لما تجي تشوف المنتخب تفرزها هو مش فرز أول ولا هو الفرز الثاني وبالتأكيد ما هو الصف الثالث لأنه لو تبغى أعطيك خلي المنتخب تشكيلة المنتخب وخليها لجم أنت لو طلبت مني أعطيك تشكيلة رقم اثنين وتشكيلة رقم ثلاثة وممكن تسوي نتيجة في البطولة أعطيك اللي صار أنا يعني تخيلي أنت خد تشكيلة المنتخب طلعتها وطلعت التشكيلة بي وطلعت التشكيلة سي وقلت تدخل المستودع خذ الباقي فإيش لقيت لك قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا أوكي الشباب مش تهدين بس كان ممكن يكون عندنا منتخب بي نروح فيه زي المنتخب المصري مثلا منتخب مصر ومترى مجاي بالفريق ايه واللي أصعب أنه 16 لاعب من اللي موجدين بطولة العرب 16 لاعب موجدين جاي من الدولة السعودي فبمختلف درجاته يعني سواء دولة محترفين أو أولى وحتى الدرجة الثانية قاعد يشارك في هذه البطولة نتائج اليوم في الجولة الثالثة من بطولة العرب يلا يا شباب يلا يا شباب يلا القرافيك خليكم حلوين أيوا واحد جاي بعد رجازة منفتح فيعني ها أنا عارف أنكم مدايخين بس عد يعني هزح صحوا معاي على أقل واكبوني اليوم جاي بتحمس موريتانيا فازت على سوريا 2-1 ها شوف نتائج مفاجآت تونس فازت على الإمارات 1-0 عمان والبحرين ما انتهت حتى الآن وقطر والعراق لم تنتهي حتى الآن بكرة عندنا إيش المباريات الثلاثاء بكرة عندنا السعودية مع المغرب أو المغرب مع السعودية الساعة ستة أخيرا جتنا مبارا بدري حسنا مباريات تالي الليل دي اللي عشر تبدأ عندك الأردن مع فلسطين لبنان مع السودان هذه قصة الحال هالمباريات بس المباراة الرابعة هي الجزائر مع مصر هذه مباراة يعني ديربي ديربي هذا يذكرك في مباريات زمان طبعا مش الآن زمان لما كانت السعودية مع الكويت ديربي يعني عارف مباريات من اللي لها تاريخ طويل من الذكريات الجميلة على الطرفين كل واحد عنده ذكريات جميلة وذكريات ما هي جميلة ترتيب الآن المجموعات أو ترتيب المجموعات طبعا هذا نشوف ترتيب المجموعات المجموعة الأولى قطر في الصدارة ودير العراق عمان البحرين المجموعة الثانية فيها تونس في الصدارة بعدين الإمارات سوريا موريتانيا المجموعة الثالثة المغرب في الصدارة بعد كده الأردن السعودية فلسطين المجموعة الرابعة مصر في الصدارة بعدين الجزائر يعني شوفوا أهمية المباراة اللي بتصير بين مصر والجزائر بكرة ستة ستة كل واحد عنده ستة نقاط يعني شوف يلعبون لحالهم لبنان والسودان ثالث رابع كل واحد بدهوا أي رصيد من النقاط من هذا المنطلق يعني لما طلبنا إنه لو كنا سوينا صف ثاني بس زي المنتخب المصري كان ممكن نسوي شيء أفضل خاصة للدوري كان موقف يعني يعني مش معقول المؤجلتين ديه اللي يعني عدلت الأمور